موسيقى نحييكم من القناة السعودية وهذه نشرة أخبار الظهيرة والبداية بالعنوين موسيقى أمام خادم الحرمين الشريفين وزير الدولة ووزير الإعلام يتشرفان بأداء القسم بعد تعيينهما في منصبيهما موسيقى بمشاركة أكثر من 350 متحدثا عالميا ومحليا الرياضة تستضيف غدا ملتقى ببان 23 موسيقى احباط محاولة تهريب أكثر من 52 طن من نبات القات ومئة وخمسة طنان من مادة الحشيش المخدر موسيقى لمتابعة وفرة السلع الرمضانية التجارة تنفذ جولات رقابية استباقية على منافذ البيع موسيقى أهلا بكم تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة وبحضور ولي العهد كل من المهندس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان بعد تعيينه وزيرا للدولة وعضوا بمجلس الوزراء وسلمان بن يوسف بن علي الدوسري المعين وزيرا للإعلام سيد خادم الحرمين الشريفين يتشرف بأداء القسم أمامكم حفظكم الله عقب صدور أمركم الملكي بتعينهما كل من معالي المهندس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم لمليكي وبلادي وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص معالي الأستاذ سلمان بن يوسف بن علي الدوسري وزيرا للإعلام بسم الله الرحمن الرحيم أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم لمليكي وبلادي وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياضة الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن المهندس ماجد العرقوبي وأعضاء وحدة أعمال تشغيل المدن الصناعية واستمع سموه إلى شرح عن مشاريع مدن والخطط المستقبلية بمنطقة الرياضة وما تشرف عليه حاليا لعدد 36 مدينة صناعية في المملكة وتضم أكثر من 5000 مصنع منتج وتحت الإنشاء والتأسيس كما اطلع سموه على برامج تطوير المنظومة الاستثمارية وتعزيز معايير برنامج جودة الحياة وكذلك تمكين دور المرأة ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال أطلق صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية مشروع الإسعاف الجوي بالمنطقة الشرقية بحضور رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي دكتور جلال العويسي الذي قدم لسموه شرحا مفصلا عن هذه الخدمة الجديدة بالمنطقة وكذلك الخدمات التي ستوفرها للمرضى وأوجه سمو أمير المنطقة الشرقية رسالة لطواقم الهيئة عبر جهاز الاتصال السلكي تمنى لهم التوفيق في مهم عملهم وأن يقدموا خدمات إسعافية تساهم في إنقاذ الأرواح تسلم صاحب السمو المير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران تقرير مبادرة القراءة حياه لنادي نجران الأدبي الثقافي واطلع خلال لقائه برئيس مجلس إدارة النادي سعيد المرضمة على إصدار النادي لكتاب الخطب الملكية بمناسبة يوم التأسيس وأكد أهمية التركيز على فئة الشباب وتبني مواهبهم الأدبية مثمنا الجهود لخدمة الحركة الثقافية والأدبية استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم مدير الخطوط الجوية بالمنطقة عبد الرحمن العيدان الذي سلم لسموه التقرير السنوي لأداء الخطوط السعودية بالقصيم لعام 2022 وأكد سمو أمير القصيم على الجهود المبذولة من الخطوط الجوية بالمنطقة لتوفير الساعة المقعدية المناسبة والكافية للرحلات من وإلى مطار الأمير نايف بن عبد العزيز الدولي بالقصيم مشيرا إلى أن المنطقة مقصدا لكثير من المسافرين من داخل خارج المملكة مع وجود الرحلات الدولية لموقعها الاستراتيجي مما يستدعي زيادة عدد الوجهات لمختلف مناطق المملكة اطلع أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل على الجهود المبذولة لدعم برامج الإسكان التنموي في المنطقة وذلك خلال ترأسه لاجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بقاعة الاجتماعات بمكتبه اليوم وأنوها سمو خلال اجتماع بما توليه القيادة الحكيمة من عناية واهتمام ببرامج الإسكان وتوفير السكن الملائم للمواطنين وشهد الاجتماع استعراض منجزات برامج الإسكان التنموي والملخص التنفيذي للمحقق من المستهدفات بالمنطقة بالإضافة إلى حالة المهام المرتبطة بمشاريع الإسكان التنموي بالمنطقة وحفاظا على الموروث الشعبي وتطويرا للبيئة التنافسية لسباقات الهجن أمير منطقة القصيم يتفقد مشروع ميدان الهجن بالقصيم ويطلع على المخططات التفصيلية والمساحة الإجمالية للمشروع موروث عريق ورياضة ناصيلة متشبعة بالهوية الثقافية وبهدف تطوير سباقاتها وتهيئة البيئة للملاك أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز تفقد ميدانيا مشروع تنفيذ ميدان الهجن بالمنطقة يرافقه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن أطلع أمير القصيم على المخططات التفصيلية والإنشائية للمشروع والمساحات والميادين والمرافق التي تم تصميمها بما يتوافق مع متطلبات ميادين الهجن أمير القصيم ثمن لسمو رئيس الاتحاد السعودي للهجن متابعته لتنفيذ الميدان ليكون رافدا وحاضلا لمنافسات الاتحاد ووجهة للمهتمين والملاك من داخل المنطقة وخارجها تطورنا عديد من الميادين في بعض مناطق المملكة الآن نحن هنا في ميدان القصيم وبالشراكة مع الجادة العلاقة في المنطقة يتم إنشاء مضمار ثمانية كيلو متر بجميع مرافق واشتراطاته ليتم خدمة أهل الهجن في منطقة القصيم وكذلك مناطق المملكة في قامة سباقات على مستوى عالي عمل دووب وتكامل بين مختلف القطاعات لتنفيذ البنية التحتية والمرافق العامة للميدان وتوفير الفرص الاستثمارية دعما لرياضة الهجن بالمنطقة كان هذا الموقع يوجد فيه من الصعوبات من حيث ارتفاعات وانخفاضات في الموقع لكن والله الحمد بتوجيه من سمو أمير المنطقة ذللت جميع هذه الصعاب وقامت الأمانة بتوريد حوالي خمسين معدة لدينا الآن مستثمرين على سفاح الجبال وعلى تلال الرمال الموجودة الآن من الأمارات ومن المملكة العربية السعودية ونتأمل إن شاء الله أن يكون مردودها الاقتصادي على منطقة القصيم عالي بإذن الله ويسم مشروع ميدان القصيم للهجن إلى حفظ التراث وتطوير السباقات والمناسبات السنوية للهجن بالمنطقة مؤقبة لما تحظى به مختلف الرياضات من دعم لا محدود من القيادة الحكيمة لأخبار السعودية علي العطينان بريده تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة البحة التقرير الختامي عن أعمال ومناشط الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ترتيل لعام 2022 وناقش خلال لقائه نائب رئيس الجمعية أحمد سفر الأمور المتعلقة بالجمعية ووجه بانطلاق مسابقة سمو لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره للبنين والبنات وكذلك ببدي انطلاق المنافسة لتصميم المقر الإداري والاستثماري للجمعية التقى أمير منطقة البحة بمدير عام الإدارة العامة للأحوال المدنية المكلف بالمنطقة سعد الزهراني وبعدد من قيادات الإدارة وأكد سمو أهمية الدورة الذي تقدمه إدارات الأحوال المدنية لخدمة المواطن بدعم من القيادة الحكيمة أيدها الله وبمتابعة من سمو وزير الداخلية مثنيا على جهود إدارة الأحوال بالمنطقة وحثا على مضاعفة الجهود والعمل على كل ما يخدم المواطنين بالمنطقة والمحافظات التابعة لها بهدف تلمس احتياجات المواطنين بمحافظة سميرة زار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز ابن سعد أمير منطقة حائل بحضور سمو نائب أمير المنطقة الأمير فيصل بن فهد المحافظة ودشن فيها العديد من المشاريع التنموية وتوقيع عدد من الشراكات المجتمعية التفصيل في التقرير التالي بهدف توفير الخدمة واستكمال بعض المشاريع والاحتياجات الأساسية للمواطن بمحافظة سميرة التابعة لمنطقة حائل زار أمير المنطقة الأمير عبد العزيز بن سعد المحافظة ودشن فيها عددا من المشاريع التنموية والخدمية والصحية تأتي هذه الزيارات وفق توجيهات ولاة الأمر اللي حقيقة دائما يسعى إلى رفع إمكانية وقدرة أي محافظة ومدن المملكة بشكل عام حقيقة أتينا هنا نتطلع قدرات هذه المحافظة ونتلمسها ونقف عليها من أجل أن يكون هناك مشاركة فائلية أمير منطقة حائل دشن عددا من المشاريع البلدية التي اجتملت على سفلتة مخططات المنح وتأهيل الدوارات بالمحافظة وتعزيز أنسينة المدن وجودة الحياة بإنشاء حدائق ومضامير للمشي إضافة إلى توقيع عدد من الشركات بين بلدية سميرة وعدد من الجهات الأهلية والخاصة ساعة اليوم بتوقيع كذا اتفاقية تبنى على أطروحة المشاركة دشن حزمة من المشاريع نتطلع إن شاء الله في المستقبل من خلال هذا الدعم المبارك لهذه الدولة المباركة أن يكون كذلك في المستقبل القريب مشاريع أخرى تضاف إلى هذه المحافظة ومنطقة حائل أما المشاريع الصحية فقد دشن مركز الأسنان ومركز التعقيم بمستشفى سميرة ووقعت اتفاقية بشأن استكمال مركز الغسيل الكلوي بدعم من الشيخ عبدالله العثيم واتفاقية أخرى لدعم وتطوير المراكز الصحية بالمحافظة لأخبار السعودية عبدالعزيز غرير حائل استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة أبراهيم الشويمان ومدير فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بالمنطقة عبدالرحمن الدهمشي وأشار الأمير لأهمية مركز وقا في زيادة ثقة المستهلكين بالمنتجات الحيوانية والزراعية المحلية منوها بالدور الذي تقوم به وزارة البيئة والمياه والزراعة للحفاظ على ثروة الحيوانية والنباتية والطبيعة المتنوعة اطلع صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة خلال لقائه بمدير فرع هيئة حقوق الإنسان مون العتيبي اطلع على أعمال الفرع والدوره في حماية وتعزيز حقوق الإنسان ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية التقى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة القنصل العام لجمهورية إيطاليا الدكتور ليوناردو كوستا وجرى خلال اللقاء تبادل الحديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك غادر دولة السيد ماتيوس مروفيسكي رئيس وزراء جمهورية بولندا ولوبد المرافق له الرياضة اليوم وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياضة ووزير التجارات دكتور ماجد القصبي وعدد من المسؤولين استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياضة الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن المهندس ماجد الأرقوبي وأعضاء وحدة أعمال تشغيل المدن الصناعية واستمع سموه لنبذة عن مشاريع مدن والخطط المستقبلية بمنطقة الرياضة وكذلك البرامج الاستثمارية وتعزيز معائر برنامج جودة الحياة وتمكين دور المرأة ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال انطلقت اليوم أعمال منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنية 2023 والذي تعقده هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بهدف استعراض أهم مؤشرات القطاع في المملكة ومناقشة مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالتنظيم الرقمي وكذلك توجهات القطاع المستقبلية برعاية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات تنطلق النسخة الأولى لملتقى السياحة السعودي والمقرر عقده خلال الفترة الممتدة من الرابع عشر وحتى السادس عشر من شهر مارس الجاري في مدينة الرياض تحت شعار بابوك للسياحة وذلك في مركز الرياض الدولي لمؤتمرات والمعارض وسط مشاركة محلية وإقليمية ودولية واسعة من المستثمرين والخبراء والمعنيين بصناعة السفر والسياحة انطلق في الرياض أكبر حدث عقاري في المملكة والمتمثل في النسخة السادسة والعشرين من معرض ريستاتيكس الرياض العقاري ويبرز المعرض مبتكره السوق من منتجات عقارية وتصابيمة ومساحات ومميزات إضافة إلى برامج التمويل للمساكن وذلك لمدة ثلاثة أيام انطلق المنتدى الدولي للترفيه بالعاصمة الرياض بمشاركة أكثر من ستة آلاف عضو في صناعة الترفيه في أكثر من مئة دولة حول العالم وذلك بهدف استكشاف آخر التطورات الجديدة والابتكارات العالمية في صناعة الترفيه في حدث كبير يعد الأبرز من نوعه على مستوى الشرق الأوسط تستضيف العاصمة الرياض خلال يوم السابع والثامن من مارس الجاري المنتدى الدولي للترفيه الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالشراكة مع المنظمة الدولية للوجهات والمدن الترفيهية المنتدى يضم أكثر من ستة آلاف عضو في صناعة الترفيه من أكثر مئة دولة حول العالم بمشاركة نخبة من المتحدثين الدوليين والمتخصصين في صناعة الترفيه من شركات عالمية كما يصاحب المنتدى معرضا تشارك فيه عدد من الشركات المحلية والعالمية ويتضمن عددا من البرامج التدريبية مثل برنامج تطوير المهني لمديري الوجهات الترفيهية الذي يستهدف التنفيذيين وصناع القرار في الشركات العاملة بقطاع الترفيه من الخامس وحتى السابع من مارس ويجتمل على جلسات ذات موضوعات متخصصة كزيادة الإيرادات في الوجهات الترفيهية ويأتي تنظيم الهيئة العامة للترفيه لهذا المنتدى استمرارا لمبادرتها الترفيهية وسعيا منها إلى تطوير القطاع الترفيهي في أحدث المعايير الدولية بسبب الإقبال المتزايد على الفعاليات في جميع أنحاء المملكة خصوصا وأن قطاع الترفيه بات اليوم واحدا من أكبر المؤثرين في الاقتصاد الدولي ومن المتوقع أن يشهد نموا سريعا خلال الأعوام الخمسة المقبلة بعائدات تصل إلى ثلريونين وستمائة مليون بحلول عام 2025 نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل الشؤون البلدية تدشن الربط التقني بين برنامج تطوير ومنصة إتمام وفيها أيضا القوات الجوية السعودية تشارك في مناورات تمرين محارب الكوبرا في بريطانيا أهلا بكم تحتضن الرياض غدا الخميس ملتقى ببان 2023 والذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت ويتنافس أكثر من 500 شركة خليجية ومحلية في عرض تجارب لها بعالم ريادة الأعمال أمام زوار الملتقى ويضم الملتقى أكثر من 300 ورشة عمل تحمل معها ما يزيد عن 20 ألف فرصة لتدريبية تسقل مهارات الرياديين أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد استعداداتها لانطلاق تصفيات نهائية للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الرابع والعشرين لهذا العام والتي تبدأ يوم الجمعة الخامس والعشرين من شهر شعبان الجاري حيث بلغ عدد المتسابقين من البنين والبنات بكل الفروع 105 متسابقين ومتسابقات يذكر أن الحفظ الختامي لتكريب الفائزين من البنين والبنات سيقام في غرة شهر رمضان المبارك أعدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الخطة الموسمية للأعمال التطوعية لاستقبال شهر رمضان المبارك لهذا العام وذلك من خلال أقسام العمل التطوعي بفروع الوزارة في مناطق المملكة مستهدفة تهيئة وتنظيف أكثر من 6600 مسجد وجامع بمشاركة ما يقرب من 60 ألف متطوع وتشمل الخطة تهيئة وتنظيف وترتيب الجوامع والمساجد لاستقبال المصلين وكذلك تنظيم الدخول والخروج لصلاتي الترويح والقيام والمشاركة في توزيع وجبات الإفطار للصائمين في المساجد المؤتمدة دشنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الربط التقنيب بين برنامج تطوير التابع لصندوق التنمية العقارية ومركز خدمات المطورين العقاريين إتمام بهدف تعزيز الشراكة التكاملية فيما بينهما بما يسهم في أتمامة وتسريع تقديم الطلبات للاستفادة من خدمات برنامج تطوير وذلك تحقيقا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 20-30 لرفع نسبة تملك الأسر السعودية لمنازلها بنسبة 70% بنهاية 20-30 تنفذ وزارة التجارة زيارات رقابية استباقية على المنشآت التجارية بجميع مناطق المملكة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك لمتابعة وفرة السلع والمتجات الرمضانية وكذلك التحقق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة وزارة التجارة وتشمل الزيارات المستودعات والأسواق المركزية والهايبرات والمخازن بالإضافة إلى محل الذهب والمجوهرات ومحطات الوقود على الطرق المؤدية لمكة المكرمة والمدينة المنورة ومواقية الإحرام وتتابع التجارة كذلك التزام المراكز والمحال التجارية بوضع بطاقات الأسعار على المعروضات ومطابقة الأسعار مع صلاديق المحاسبة وضبط حالات الغشي والتضليل للعروض الترويجية كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة عن الخدمات الحكومية المجانية المقدمة لسكان الأحياء العشوائية المزالة منازلهم بمحافظات جدة وأوضحت إمارة مكة المكرمة أن قيمة الإجارات المدفوعة لسكان بلغت أكثر من 580 مليون ريال وأشارت إلى أن عدد الخدمات المقدمة منذ بداية الإزالة في أكتوبر الماضي وحتى اليوم بلغ أكثر من 100 ألف خدمة شملت خدمات دفع الإجارات والسلال الغذائية والدواء والوجبات ونقل العفش وحليب الأطفال وتابعات أن هذه الخدمات تشمل أيضا توظيف 269 مواطنا ومواطنة وتسكين أكثر من 24 ألف أسرة إلى جانب تسليم 794 وحدة إسكان تنموي كشف برنامج وحساب المواطن عن طريقة تسجيل الأرملة المقيمة غير السعودية للحصول على الدعم في حال كان لها أبناء من زوج سعودية وأشار البرنامج لأنه في حال كان جميع أبناء الأرملة أقل من عمر 18 عاما فبإمكان أكبر الأبناء رفع طلب عبر صوتك مسموع برقم هويته واختيار نوع الطلب الرئيسي وشدد على ضرورة اختيار نوع الطلب الفرعي التسجيل لعائلة متوفة مسجل مسبقا أرملة ولديها تابعون كشف مركز الإسناد والتصرياء إنفاذ عن تصفية 4800 أصل عقاري بقيمة مالية بلغت 11 مليار و700 مليون ريال خلال عام 2021-2022 واعتمد المركز 537 وصيطا عقاريا لديه مؤكدا عمله على بناء شراكات تهدف إلى التوسع في البنوك من أجل تسهيل وتسريع العمليات المالية المرتبطة بأعمال المركز المترجم للقناة تأمنة اللجنة الوزارية للسلامة المرورية أبرز البيانات المتعلقة بالسلامة المرورية في المملكة خلال الفترة من 2019 وحتى 2022 حيث أكد التقرير أن الانحراف المفاجئ يتصدر أسباب الحوادث المرورية وقد بلغت الحوادث بسبب ذلك أكثر من 400 ألف حادث فيما جاء عدم ترك مسافة آمنة في المرتبة الثانية ثم الانشغال عن القيادة كما كشف التقرير أيضا على انخفاض الوفيات في عام 2022 وذلك بنسبة أكثر من 3% كما انخفض عدد المصابين إلى 24 مصابا أطلقت اللجنة السلامة المرورية بمنطقة تابوك بالتعاون مع شركة نيوم وفراهية الهلال الأحمر ومرور المنطقة مبادرة سرعة الاستجابة للحالات الطارية التي تعمل من خلالها إلى الوصول للحالة الإصعافية ونقلها بأسرع وقت ممكن للمستشفى المزيد في التقرير التالي في الحالات الإصعافية الطارئة تعتبر أجزاء الدقيقة هامة في إنقاذ الأرواح وإعادة الأمل للمصابين ففي واحدة من أهم المبادرات التي تساهم في حفظ هذه الأرواح وتسريع زمن الاستجابة لإنقاذ الحالات الإصعافية وبدعم من نيوم أطلق الهلال الأحمر السعودي بتبوك بالتعاون مع لجنة السلامة المرورية بالمنطقة مبادرة تعنا برفع وسرعة الاستجابة للحالات الإصعافية داخل مدينة تبوك كواحدة من أولى المدن بالمملكة التي تطلق هذه المبادرة مبادرة اليوم أحد مبادرات سرعة الاستجابة وهي بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر وإدارة مرور منطقة تبوك وبدعم من شركة نيوم قدرنا والله الحمد أن نضع أجهزة على مركبات الإصعاف لتسهيل سرعة وصولهم من موقع الحادث إلى المستشفيات في وقت أقل بحيث أن هذه الأجهزة تسمح لمركبات الإصعاف بالمرور من خلال إشارات المرور الضوية في فترة أقل تم تركيب أجهزة لفتح إشارة المرور لتحسين الزمن وسرعة الاستجابة للوصول إلى الحالات الإصعافية وأيضا نقل الحالات الحرجة وحالات إنقاذ الحياة وسرعة وصولها إلى المشآت الصحية لتحظى بالرعاية الطبية الكاملة بما يساهم إن شاء الله تعالى في الريادة في حفظ الأرواح يعمل المصعف قبل بدء الرحلة على تشغيل الجهاز وتحديد موقع الحالة والمستشفى وقبل وصول سيارة الإصعاف إلى الإشارة الضوئية تستجيب الإشارة وتتغير حالتها من اللون الأحمر إلى الأخضر من خلال إرسال جهاز الاستشعار المرتبط بالسيارة وجهاز آخر موصل بالإشارة الضوئية داخل المدينة رسائل تدل على قرب سيارة الإصعاف في خطوة مهمة ستساهم في رفع مستوى سرعة الاستجابة للحالات الإصعافية الطارئة مصعب الديحان تبوك تشارك القوات الجوية السعودية في مناورات تمرين محارب الكوبرا 2023 في بريطانيا التمرين يهدف إلى رفع الجاهزية القتالية للقوات الجوية وتبادل الخبرات مع القوات المشاركة لتعزيز كفاءة الأطقم الجوية وكذلك الفنية والمساندة مناورات التمرين تنفذ في بيئة قتال حقيقية تشتمل على الحرب الإلكترونية والتشويش الإلكتروني بالإضافة إلى تفادي التهديدات الأرضية أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجهزان عسير والجوف محاولات تهريب أكثر من 52 طن من نبات القاتل المخدر وأكثر من طن من مادة الحشيش المخدر و 352.325 قرص من مادة الإنفيتامين المخدر خلال الفترة من 21 من الشهر السابع لعام 1444 للهجرة وحتى 13 من الشهر الثامن لعام 1444 للهجرة وقبضت على مهربيها وعددهم 406 متهمين منهم 44 مواطنا و 362 مخالفا لنظام أمن الحدود وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص تشارك المملكة في معرض بورصة برلين للسياحة ممثلة بالهيئة السعودية للسياحة المعرض الذي يؤكد على تعافي القطاع يتجاوز في عدد العرضين عن 10 ألاف عرض من حوالي 200 دولة انطلاقة الكبار تبدأ عظيمة هكذا تجسدت مشاركة المملكة في معرض بورصة برلين للسياحة بأكبر منصة ترويجية على مستوى المعرض وبحضور أكثر من 45 شريكا لمنظومة السياحة السعودية من القطاع الحكومي والخاص سعيدين جدا اليوم بتواجدنا في معرض ITB برلين هي المشاركة الأولى للسياحة السعودية والمشاركة الأكبر اليوم هذا الوقت الأمثل السعودية جاهزة اليوم نحن موجودين مع أكثر من 200 منتج وباقة سياحية جاهزة للحجز فاليوم نحن جايين نجذب السياح من هذه الأسواق العالمية روح السعودية الهوية الرسمية للسياحة السعودية خلال مشاركتها في معرض بورصة برلين للسياحة التجمع الأكبر على مستوى العالم لصناعة السياحة والسفر ممثلة بالهيئة السعودية للسياحة الأرقام التي أعلنت عنها الهيئة السعودية للسياحة اليوم 93 مليون زيارة خلال عام 2022 في مختلف الوجهات السعودية من داخل وخارج المملكة ونعمل بتوقيع عدة اتفاقيات تفاهم مع كبرى شركات سفر والسياحة التي موجودة في ألمانيا وفي أوروبا بهدف جذب السياح للمملكة العربية السعودية بحضور أربعمائة متحدث وخبير من صناع السياحة وأكثر من مائتي جلسة نقاش وحوار مثل معرض بورصة برلين منصة مثالية لاستعراض المملكة مقوماتها السياحية المتطورة وتنوعها الجغرافية والتراثية المتفرد معرض بورصة برلين للسياحة يعود بقوة هذا العام بعد انقطاع دام عامين بسبب جائحة كورونا تحت عنوان الانفتاح للتغيير عنوان كإنما خصص لتوصيف الانطلاقة الكبرى والنقلة النوعية للسياحة في المملكة العربية السعودية رملا أو اسماعيل برلين يوصل معرض الشرقية للكتاب 2023 فعالياته الثقافية بمشاركة ما يفوق من 500 ناشر عربي ودولي في أكثر من 350 جناح ضمن مهرجان الكتاب والقراء بالمنطقة الشرقية بنسخته الأولى تحت شعار معرض ثقافة حضارة فن في مركز معارض الظهران للمؤتمرات والفعاليات في مهرج الشرقية للكتاب يظهر جاليا طرق اختيار الكتب وطقوس القراءة أما دور النشر تتولى اختصار الكتب لتعريف القاري بالمحتوى المزيد من التفاصيل في التقرير التالي كل عاشق سالك سبيلة وإن تعددت الوسائل فضالة عشاق الكتب سيجدونها لا محالة في رحلة البحث عن خير جليس الكتاب يناديني وأنا أمشي في المعرض ممكن لحظة أوقف وأحس أنه في شيء شدني للدار هذه أوقف قدامها أشعر أن عيني تجي على كتاب معين وهذه طريقة أحب استخدمها في معرض الكتاب أول نقطة مهمة جدا في معرض الكتاب هو وجود الكاتب نفسه لدعم كتابه لأنه هو أكثر شخص ممكن يوصل فكرة كتابه للناس وقبل كل شيء أنت لما يجيك القارئ أنت لازم تسأله عش توجهه في القراءة عشان تقدر توصله للمكان الصحيح والمناسب له ما زال الكتاب الورقي متسيدا على الرغم من حضور الإلكتروني وعشاق القراءة يجدون سعادة كبرى بالسفر بين دفتي الكتاب واقعا لا مجازا تجربة الكتاب هي تجربة خاصة يعني خصوصا إذا كان فيها تآلف أو علاقة تنشأ هذا يضملك إياها الكتاب الورقي وتستمر ليس مجرد انتهاء من الكتاب ولكنها تستمر العلاقة مجرد أن تشوفها على الأرفف تتذكر هذه القصة وتتذكر هذه الشكاية كتاب المطوع يقدر الواحد يركز فيه أكثر حتى العبارات ترسخ في الذهن أكثر حتى الأطفال لما يشوفوا والديهم يقرون يتأثرون أكثر في وجود الكتاب يكون قريب منك دائما من الكتاب عشاق القراءة يرون أن كتبهم أعز ما يملكون أما تقوص القراءة فمتعددة وقد يختار البعض القراءة وسط الضجيج يخوضون من خلالها رحلة عن عالمهم الخارجي تأسست دار الهلال المصرية منذ 131 عاما وما زالت الدار تحتفظ بأقدم المطبوعات المصرية وعلى إثر مشاركتها حصدت الدار إعجاب الكثير من زوار معرض الكتاب بالشرقية نشاهد ما إن تخطو الخطوة الأولى لهذه الدار تستطيع أن تستنشق رائحة ماضي أقدم المطبوعات المصرية من صحف ومجلات وكتب يعود عمر الدار إلى عام 1892 ميلاديا أي ما قبل 131 عاما بدأت مشوارها بمجلة الهلال وهي أقدم مجلة مصورة في الوطن العربي وغيرها الكثير عندنا قسم لحفظ المخطوطات والكتب الأديمة من الأصار من الكليات أو جماعات الأصار هم اللي بيحتفظوا بالحاجة دي وبيحفظوا عليها إحنا بس بنتطلع على الحاجات اللي بيبقى عندنا منها نسخة أو اثنين أو ثلاثة يعني بيبقى عندنا منها أكتر من نسخة إنما دايما بيبقى فيه الأصل موجود أو النسخة الموجودة دايما عندنا في المخازن ما بنتطلعها في أقدم مجلة موجودة عندنا سنة 1930 دي سنة كاملة من المجلة مجلة اجتماعية سياسية فنية أدبية وتوقفت طبعا حاليا ما بقيتش بتصدر خلاص بين أرفف الدار وصفحات المطبوعات القديمة يتعرف زائري معرض الكتاب على من ساهموا في الفكر والثقافة المصرية للأمانة ما توقعت أن في أحد باقي إن شاء الله بيحافظ على مجلات وزكيدة بشكلها الطبيعي شوفي زي ما أنت شايف كيف مشققة مرة شيء حلو صراحة تحسين كم عاشت يعني لا والله ما توقعت أبدا أنه في دار للحين تبيع الكتب حق أيام زمان ما توقعت أبدا أن ألقاها الحين في العصر هذا حسيت بشعر مرة غريبة نشوف أشياء قديمة حق ناس مرة قديمين موجودين مو موجودين معانا الحين أصلا تعد دار الهلال ثاني دار عربية ولفتت انتباه الكثير من الزوار في معرض الشرقية للكتاب الذي فتح أبوابه في المنطقة لأول مرة منذ سنوات شيماء الزهراني من معرض الكتاب بالدمان نشرتنا مستمرة ولكن بعد الفاصل أهلا بكم تحتطن الرياض غدا الخميس ملتقى ببانا الثالث والعشرين الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت ويتنافس أكثر من خمسمائة شركة خليجية ومحلية في عرض تجاربها بعالم ريادة الأعمال أمام زوار الملتقى ويضم الملتقى أكثر من ثلاثمائة ورشة عمل تحمل معه ما يزيد عن عشرين ألف فرصة عمل تدريبية تسقل مهارات الرياضيين انطلق في منطقة الجوف مهرجان زيتون الجوف الدولي في نسخة السادسة عشر الذي تنظمه أمانة المنطقة لمدة عشرة أيام في مركز الأمير عبدالله الحضار بمدينة اسكاكا ويهدف المهرجان إلى دعم القطاع الزراعي ومنتج الزيتون وإيجاد نوافذ تسويقية للمزارعين والتعريف بهم والتعريف بهم وكذلك جودة منتجات الجوف محليا وأقليميا وسيتم في ختام المهرجان تتويج الفائزين بجائزة الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز لأفضل إنتاج من المزارعين للزيت والزيتون والصناعات التحولية للزيتون التي تبلغ قيمتها الإجمالية خمسمائة ألف ريال خلال السنوات الأخيرة وأصبح قطاع المطاعم والمقاهي ينافس على موقع الصدارة في قائمة الإنفاق الاستهلاكي للسعوديين مما دفع المستثمرين إلى التسابق على الدخول لسوق المطاعم دون الالتفات المخاطر وشدة المنافسة بالقطاع التقرير التالي يفصل لنا ذلك منذ مطلع 2023 أنفق السعوديون أكثر من 13 مليار ريال على قطاع المطاعم والمقاهي رقم إيجابي يدل على أن القطاع يشكل فرصة ذهبية لكن الحقيقة أن رغم الإنفاق المهول على المطاعم يعمد ملاكها إلى إغلاقها في فترة وجيزة إما للخسائر غير المتوقعة أو لهامش الربحية المنخفض أو حتى للتخارج من المشروع والتوجه للاستثمار في قطاعات أخرى ما فتح التساؤلات لما تفشل المطاعم نسبة النجاح العالم تقريباً 25 إلى 20% تنجح من المطاعم في خلال الخمسة السنوات الأولى فهذا التحدي دوماً في المطاعم لأن الموظفين فيها المطاعم يبغى لها الهجين والأشياء كلها ما هي سهلة يبغى لها متخصصة يبغى لها واحد يعرف إيش يحتاج العميل دوماً في تجوة عميل متكاملة ويبلغ حجم سوق المطاعم في المملكة نحو 84 مليار و100 مليون ريال ويشهد تنافسية عالية الأمر الذي يتسبب في خروج المطاعم الصغيرة من السوق لعدم قدرتها على خوض حرب الأسعار ضد المطاعم الكبيرة ذات الملاءة المالية الضخمة كما تساهم الرسوم الحكومية والتكاليف الدورية في تقليل ربحية قطاع المطاعم ما كان بالأمس القريب هبة استحال نقمة والحديث هنا لأصحاب المطاعم حول تطبيقات التوصيل والتي تستقطع ما يصل إلى 40% من إجمال قيمة الطلب ما يجعل التطبيقات مجرد وسيلة لتغطية المصاريف لا جني الأرباح رفض التطبيق 20% فلازم أنت ترفع السعر عشان تعادل عملية هامش ربح تزمن هامش ربحك مثلا إلى 5 مبينة بدل ما هو 10 خدمية وترفع في السعر عشان تعادل هذه المعادلة فهذه تكاليف لازم يعرف أن العميل لما يكون في بيته عشان يأخذ طلب ويصله غير حد ومرتاح فلا بد أن ندفع قيمة هذه التكلفة وحسب الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت فإن 9% من المطاعم استطاعت البقاء لفترة تتجاوز 10 أعوام فيما استطاعت 19% منها البقاء لفترة تتجاوز 5 أعوام أما ما يناهز 70% منها فقد أغلقت أبوابها في فترة قصيرة لا تتجاوز الخمس سنوات بنار باشنيم الرياض يطلق المركز الوطني لأرصاد يوم الأحد القادم البرنامج التوعوي والتتقيفي بالطقس والمناخ ولمدة خمسة أيام وذلك ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية للمركز مع وزارة التعليم واحتفالا بمناسبة اليوم العالمي لأرصاد 2023 والذي يأتي تحت شعار مستقبل الطقس والمناخ والمياه عبر الأجيال توقع مركز الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول أمطار رعدية ومتوسطة قد تصل إلى غزيرة بصحوبة برياح النشطة مثيرة للأتربة والغبارة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية الجوف حائل القصيم الرياضة تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وكذلك على أجزاء من مناطق جزان عسير الباحة مكة المكرمة والمدينة المنورة ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وللحديث أكثر عن أحوال الطقس ينضم إلينا من جدة محلل الطقس الأستاذ عقيل العقيل عقيل بداية أهلا بك في هذه النشرة عقيل حديثنا عن هذه التقلبات الجوية هذه الأمطار التي ستأتي بإذن الله درجات الحرارة في انخفاض في دائما مستمرة فجأة تكون الدرجات الحرارة عالية عقيل تسمعني؟ نعم السلام عليكم مساء الخير يا هلا عقيل أهلا يتفضل عقيل حقيقة نحن في بداية شعر مارش وشعر مارش يمتاز بالتقلبات الجوية الواسعة والكثيرة وكذلك الحال إرتفاع درجات الحرارة على معظم ملاطق المملكة ومن ميزات فصل الربيع ودخول للفصل الربيع في بداية مارش عند الأرصاديين يمتاز الربيع بكثرة السحب الركامية الرعبية خاصة الرياح الهابطة منها ما تزال التوقعات إن شاء الله تعالى تشير إلى استمرار هطول الأمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض أجزاء منطقة الرياض خاصة أقصى شمالها وكلما اتجهنا شمال شرق منطقة القرسيم وكلما اتجهنا شرقا وشرق منطقة حايل وشمال شرق المنطقة الشرقية أشاهد الآن صور الأقبار الصناعية التي توضح كثافة السحب على هذه المناطق ومن المتوقع إن شاء الله تعالى ولا يستبعد أن يكون مع بعض حبات البردية والرياح الهابطة من السحب الركامية الرعبية الممترة والجدير بالذكر إن شاء الله تعالى أن هذه الحالة الجوية ستستمر حتى بداية شهر رمضان المبارك والمركز الوطني للأرصاد سيصدر تقريراً الحقياً إن شاء الله عن استمرار هذه التقلبات الجوية خلال الأسبوع القادم إذن كل الشكر والتقدير للمحلل الطقس زميل عقيل العقيل شكراً وعودة إلى خبر استضافة الرياض لملتقى الثالث والعشرين بيباني ينضم إلينا من هناك مراسل الأخبار السعودية الزميل خالد التميمي خالد بداية أهلاً بك في هذه النشرة خالد يعني هذا المؤتمر يعني له مشاركة فعالة وكثيرة حدثنا عن هذه المشاركات والغاية منها نعم مساء الخير لك عبد الرحمن والأستاذ المشاهدين 24 ساعة تفصلنا على انطلاق ملتقى بيبان 2023 طبعاً تسعى بواب رئيسة تشكل فرصة لرواد الأعمال للتواصل وتبادل الأفكار حول عالم ريادة الأعمال طبعاً التجهيزات على قدم وساق منذ أيام سابقة وسنتحدث عن تفاصيل أكثر حول التجهيزات مع ضيفي الأستاذ عبد الرحمن الاعتبي مدير إدارة تدريب المشاهدين أول شيء نروح فيك ونتكلم اليوم عن هالملتقى بلا شك ملتقى يتحدث عن نفسها لكن أدي أفهم منك التجهيزات والاستعدادات التي تسبق الانطلاقة حياكم الله جميعاً بالفعل ملتقى بيبان يجري العمل عليه منذ عدة أشهر سيشارك في ملتقى بيبان هذه السنة أكثر من 700 عارض أكثر من 120 جهة تمكينية هذا بالإضافة لمجموعة من المتحدثين من حول العالم أكثر من 350 متحدث للتعريف باتجاهات وفرص الأعمال وريادة الأعمال من حول العالم كذلك يجري تجهيز لمجموعة من الخدمات من خلال أبواب بيبان من خلال باب الانطلاقة باب النمو كذلك باب الشركات الناشئة أيضاً باب الامتياز التجاري والتجارة الإلكترونية وعدد من المناطق للترويج والتعريف بالفرص الريادية حول المملكة تحدث معك سيد عبد الرحمن عن ماذا سيقدم هذا الملتقى لرواد الأعمال تعريف بالفرص من خلال الجهات الممكنة المختلفة لدعم وتمكين الأعمال يعرف أيضاً بالمشاريع الناشئة فرص الابتكار بالإضافة إلى إمكانية نقل المعرفة من خلال الملتقى وما يسمى بيبانتوك بالإضافة إلى ورش العمل التي تجاوز عددها 300 ورشة عمل وخدمة الاستشارات والإرشاد التي نوفرها أيضاً في المعارض بما أننا نقف الآن أمام باب الانطلاقة ودي أتكلم معك ما الذي سيقدمها الباب لأزور باب الانطلاقة بالتحديد اخترنا أن نصممه ليناسب أصحاب الأفكار لتحسين أفكارهم لرفع جاهزيتها للوصول بهذه الأفكار إلى السوق من خلال باب الانطلاقة نوفر فرصة للتدريب وتحسين نماذج العمل التجارية من خلال مجموعة من الخبراء مجموعة من ورش العمل بالإضافة إلى رحلة متكاملة تشمل عرض الأفكار على الجهات الداعمة والجهات الممكنة جهات الاحتضان جهات التمويل المتناهي الصغر بالإضافة إلى مساحات العمل المشتركة والجهات الحكومية الداعمة بحيث أن تكون رحلة الانطلاقة تشمل تحسين الفكرة وتجهيز المشروع وعرضها على الجهات الممكنة هل سيكون هناك فرص عمل سيوفرها هذا الملتقى؟ الملتقى يوفر فرص الأعمال بطبيعة الحال فرص المشاريع الريادية فرص إطلاقها فرص تحسينها فرص تنمية الأعمال كذلك وفرص الاستثمار سيدة عبد الرحمن العتيبي وأنت مدير إدارة تدريب المشآت شكراً زيلاً لك حياكم الله شكراً إذن عبد الرحمن يعني من يوم الغد وحتى يوم الثالث عشر من شهر مارس سنكون على موعد مع عالم ريادة الأعمال هنا في أرض المعارض والمؤتمرات في واجهة الرياض هذه الأجواء من هنا أعود لك في الستوديو عبد الرحمن لك الكلمة والصورة تفضل إذن كل شكراً ومع تقدير لمراسل أخبار السعودية الزميل خالد التميمي وضيفه الكريم شكراً لكم خالد بلغت تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة متضرر زلزال تركيا وسوريا نحو 476 مليون ريال فيما تجاوز عدد المتبرعين أكثر من مليوني متبرع عبر منصة ساهم والتي يشرف عليها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية نشرتنا انتهت وهذا تذكر بأبرز ما جاء فيها أمام خادم الحرمين الشريفين وزير الدولة ووزير الإعلام يتشرفان بأداء القسم بعد تعيينهما في منصبيهما بمجاركة أكثر من 350 متحدثاً عالمياً ومحلياً الرياض تستضيف غداً ملتقى ببان 23 إحباط محاولة تهريب أكثر من 52 طن من نبات القات و105 طن من مادة الحشيش المخدر لمتابعة وفرة السلع الرمضانية التجارة تنفذ جولات رقى راقابية استباقية على منافذ البيان شكراً لطيب المتابعة في أمان الله شكراً للمشاهدة